بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركياء الشرعية. النهاردة هنتكلم على رموز يمكن من احلى الرموز او يمكن اكتر الرموز المبشرة اولا برزء للرأي او اموال هيحصل عليها الرأي في الفترة المقبلة. كمان من الرموز المبشرة جدا بتحقيق امنية او بتحقيق هدف للرأي. من الرموز برضو اللي بتدل على تغيير في حال الرأي وتغيير للافضل او للاحسن. برضو من الرموز اللي قوية جدا اللي بتدل على الانجاب وعلى الزرية. اه برضو من الرموز اللي بتدل على الزواج. احيانا الرموز ممكن اه في بعض حالاته ممكن يدل على زنب. الرأي هو بيرتجبه. اه ممكن يدل على اه مشاكل او همومه هينتهي منها او هيتخلص اه منها. اه برضو من الرموز اللي بتدل على حصول الرأي على وزنيفة او على عمل اه جديد هيكسب اه او هيكون سبب في اه تخول رزق لي او تخول اموال اه لي للرأي. اه كمان من الرموز اللي اه بتدل كمان على اه ممكن تكون ولادة اه سهلة ميسرة وممكن احيانا تدل على شوية ولادة فيها اه التعصر. اه كمان من الرموز اللي ممكن تدل على اه زواج الفتاة من اه الشخص هي بتحبه او هي اه بتتمنى. اه هنعرف مع بعض ايه هو الرمز ده هنتكلم عنه اه بالتفصيل. كمان هنعرف امتى بيدل على الحالات اللي احنا اتكلمنا عنها. كمان هنعرف امتى بيكون اه رؤيته اه محمودة اه كمان امتى بتكون رؤيته اه غير اه محمودة. اولا الرمز اللي اهنا بنتكلم عنه النهاردة هو اه رؤية البيض. هنتكلم عن البيض اه بشكل عام. هنعرف امتى بيدل على اموال. امتى بيدل على تحقيق امنية. امتى بيدل على زرية. امتى بيدل على زواج. اه وكمان ممكن اه امتى بيدل على خسارة. ممكن الرأي اه يتعرض لها. اولا لما تشوف الفتاة العزبة ان هي بتجمع اه بيد فدي بشارة لها بقرب اه زواجها. اه وكمان ممكن قرب زواجها من شخص هي يعني فيه بينهم اه مشروع زواج او كانت بتحبه او كانت اه بيت تمنام. اه كمان لو شافت ان هي بتشتري اه بيت في المنام فده بشارة لها بالزواج من شخص لي اه يعني سلطة اوجاه وميل. اه كمان لما تشوف الفتاة اه ان فيه بيض في المنزل عندها فمعنى كده ان الفتاة دي على اه خلق. المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي بتشتري اه بيت في المنام فده حصلها على اموال اه كتيرة او رتقي كتير في الفترة المقبلة. لما تشوف ان فيه بيت اه بيتكسر اه يعني البيض الني هو اللي بيتكسر فمعنى كده ان هي هتتعرض شوية للأسف لمشاكل لصحاب لخلافات آآ زوجية آآ ممكن الخلافات دي للأسف يعني تكبر وتوصل للانفصال. كمان البيض الني في المنام احيانا بيدل على امرأة مبزرة. امرأة مش قادرة تتحمل المسئولية. لما تشوف ان زوجها بيهديها ببيض او بيديها بيض فبشارة لها بالحمل. وحمل جديد ان شاء الله. او حمل قريب ان شاء الله. كمان الرجل لما يشوف ان هو عنده فرخة او دجاجة بتبيض دليه. فمعنى كده ان زوجته ان شاء الله هتنجب آآ ولد. والله اعلى واعلى. لو شاف ان هو بياكل آآ بيض. لما يشوف الرجل ان هو بياكل بيض نايم. فمعنى كده انه بياكل الاموال. الاموال دي فيها شبهة آآ حرام. كمان ممكن آآ تدل على انه هو هيتعرض آآ لمشاكل. هيتعرض لعقبات في حياته آآ بشكل عام. اما يشوف الرجل ان الفرخة بتاعته بتبيض بيض كتير قوي. فمعنى كده ان هو هيحصل على اموال او هيحصل على آآ ارزاق كتير جدا. آآ الارزاق دي ممكن لاما تكون آآ جاية من آآ اولاده. آآ لا اما ان عنده كمان بشارة ليه بقصرة الزرية. آآ كمان لما يشوف الرجل ان هو بيمتلك بيض في المنام فده حصوله على اموال. الشاب الاعزاب ما يشوف البيض المسلوق. آآ فبشارة ليه بشارة ليه بقرب الزواج آآ من فتاة ليها يعني فتاة صلحة وكمان فتاة ليها سلطة لها جاه وكمان معها اموال. المرأة الحامل آآ لما تشوف البيض فبشارة ليها باقتراب الولادة وكمان آآ بشارة ليها بمولود وهيكون آآ انسة والله اعلى واعلم. المرأة الحامل لما تشوف ان البيض يعني ان في بيض مقصور آآ فدي شوية مش هي هتمر بيها او خلافات هتمر بيها آآ مع آآ زوجهم. السفار البيض في المنام آآ شوية ممكن تدل على آآ آآ ازمة صحية ممكن هي تمر بيها او حد من افراد آآ عائلتها. لما تشوف ان هي بتجمع بيت فدي حياة مستقرة آآ آآ ويعني بشارة ليها بالأموال. كمان الفتاة اللي سوري المرأة الحامل لما تشوف ان هي بتشتري بيت فدي حصول زوجها على فرصة عمل آآ جديدة. وفرصة العمل دي هتكون آآ يعني سبب في رزق ليه وسبب خير كتير يعني هيعود عليه. آآ كمان آآ من الرموز اللي بتدل على آآ آآ كرب الولادة وولادة آآ سهلة وكمان صحة عليها وآآ لمولدها. الشاب الاعزب لما يشوف البيض فمعنا كده ان شاء الله بشارة ليه بالنجاح آآ سواء في الدراسة او في حياته العملية. لما يشوف انه بياكل البيض المقلي في في المنام فده زواجه آآ عن قريب من فتاة جميلة. هو كان آآ بيتمناها او كان بيحبها. قصر البيض في المنام آآ للشاب الاعزب للأسف بتدل على معاناة على آآ توطر على آآ ممكن يعيشه آآ في الفترة آآ الا مقبلة. اما لما يشوف ان هو بيجمع آآ بيت فبشارة ليه بخير قادم لي آآ وخير آآ كتير قادم لي ان شاء الله. آآ ده كده باختصار رؤية البيض عارفنا امتى بتكون آآ رؤيته محمودة بتدل على زواج على زرية على اموال آآ وامتى بتكون شوية بتدل على سعوب. بتمنى ان يكون اللي فيديو عجبكم. لو فيه اي استفسار او سؤالك تقولي تحت. وانا ان شاء الله هردح لكم. آآ بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.